سعادة سيدة أملى بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مشترك مع سعادة الدكتور غلادن بامبن رئيس المعهد المجري لشؤون الدولية بجمهورية المجر وذلك على هامش مشاركة وفد المملكة برئاسة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال قمة بودبست الديبغرافية الخامسة وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات تصل المطروحة في القمة الديمغرافية وتسليط الضوء على مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال القمة من خلال المواضيع التي تبرز خطط وبرامج حكومة مملكة البحرين لتوفير الدعم الاجتماعي للأسر البحرينية ومنها الدعم السكني المتمثل في الخدمات الإسكانية المتنوعة كما تطرقت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى المكتسبات الإسكانية التي تحققت خلال العقد الأخير والمتمثلة في استكمال تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية للمواطنين والتوسع في تنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنويع الحلول التمويلية وتطويرها عبر برنامج التمويلات الإسكانية وتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية من جانبه ثمن سعادة الدكتور غلادن بابن رئيس المعهد المجري للشؤون الدولية بجمهورية المجر البرامج والخطط الموجهة لدعم المواطنين في المملكة من خلال توفير الخدمات الإسكانية والخدمات الاجتماعية بشكل عام ترجمة نانسي قنقر